بطولة على رغم طبعاً من أن ألمانيا يمكن تكون القطرة الإقتصادية لأوروبا كلها أقوى دولة من ناحية الإقتصادية في أوروبا كلها وهي اللي شيلة مشاكل أوروبا الإقتصادية لكن في النهاية الأندية الألمانية ما بتصرفش يعني ما تقدرش تقول أن الأندية في ألمانيا بتصرف زي الأندية في إنجلترا ولا أنه البجت أو الميزانيات في ألمانيا زي إنجلترا أو أسبانيا أو حتى فرنسا اللي خدت تيك اوف كده مع ستسمرات اللي دخلت وخصوصاً في الـ PSG لكن في النهاية البطولة في حد ذاتها واحد من اهم مصادر الدخل والكلام ده كلام الارقام اللي احنا شفناها واستعرضناها مع حضراتكم بطولة بتدخل تقريبا حوالي اربعة مليار يورو سنويا على كل احوال خلينا نروح خلينا في لعبتنا محترفين نعد كده اللعبة المصري اللي موجودة في الخارج ونشوف طبعا نموسم بدأ في اغلب الدوريات في العالم كله تعالوا نشوف جولة مع لعبتنا ونشوف مين منهم شارك منهم ما شاركش وكان مساهمتهم ايه مع فرقهم في الدوريات المختلفة ابو صلاح طبعا وظهور اول مع ليفر في هذا الموسم كان فاضل بس يسجل يعني صلاح لو كان سجل في المباراة دي كان عدى اسماء كبيرة جدا سجله في افتتاحيات الدوري لكنه فضل محافظ على رصيده تمن اهداف بالتعادل مع اسماء كبيرة زي اعتقد اعلان شيرر واحد منهم مايكل اوين واحد منهم برضو نفس الحكاية طيب صلاح شارك في مباراة ليفر بول افتتاحية في البريمير ليج امان شلسي والانتهت بنتيجة واحد واحد صلاح هو اللي صنع الهدف لليفر بول اعتقد دويس دياز على ما اتذكر هو اللي سجل من صناعة صلاح وسجل صلاح بالفعل في المباراة لكن هدف اولغيا بدعي التسلل مباراة انتهت بنتيجة واحد واحد صلاح شارك لمدة 77 لغاية لما خرج طبعا من ملعب المباراة وكانت اللقطة الشهيرة اللي اثرت جدل ومعارك على سوشيال ميديا بين كتير من النجوم صنعت اهداف واحد زي ما قلت لحضراتكم كان ليه تلات محاولات على المرمى على مدار المباراة ما كانش فيهم صلاح اللي احنا نعرفه لان منهم اتنين لو كان صلاح واحدة منهم فاكرها كويس قوي جاتل في الـ 18 سندتين وبعد كده شاط يعني ابتهاء لي لو كانت السندة واحدة او كانت فيرستايم كان ممكن يخلصها بهدف وكان ليه 17 تمريرة على مدار المباراة او 77 دياز اللي شارك فيهم بنسبة دقة 77% تقييمه 7.4 درجة مباراة الجاية لليفر بول مع صلاح هتكون امام بونموث في الـ Premier League هكلمكم على صلاح النهاردة بالتفصيل القصة والحدوتة والحكاية اللي وراء قصة انتقال الاتحاد جدة واللي اكدتلكم من قبل حتى التسريبات دي انه كلام ده مالوش اي اساس من الصحة وصلاح مش مركز غير مع ليفر بول نروح لسام مورسي سام مورسي اللي بيلعب طبعا في انجلترا مع ابسويتشتاون واللي شارك في فوز فريقه في مباراته الاولى على ستوك ساتي بنتيجة 2-0 في الدوري سام شارك لمدة 90 ديازة تاني مباراة ابسويتشتاون في البطولة وصنع هدف من الهدفين اللي سجلتهم او سجلهم فريقه تمريراته في المباراة كانت 50 تمريرة بنسبة دقة 80% كي باسز خمسة محاولات على المرمى مرة وحيدة التحامات ارضية 12 كسب منهم خمسة التحامات هوائية خمسة كسب منهم ثلاثة وقدر يفسد هجمة للفريق المنافس وتقييمه في المباراة 7.9 درجة والمباراة اللي جاية لابسويتشتاون هتكون قدام كوينبارك رينجرز في الدول نروح لفرنسا ومصطفى محمد اللي كان فيه كلام كتير على انتقاله للدوري الانجليزي ولكنه حتى اللحظة باقي مع أفسي نونت الفرنسي شارك في مباراة فريقه الأخيرة واللي انتهت بالخسارة بنتيجة 2-1 أمام تولوز مدد مشاركة مصطفى في المباراة كان 88 دقيقة وهو اللي أحرز هدف فريقه الوحيد في المباراة مصطفى كان ليه 3 محاولات على المرمى 11 تمريرة على مدار فترة مشاركته بنسبة دقة 73% التحامات هوائية خمسة نجح فيهم بنسبة 71% وتقييمه في المباراة كان 7.1 درجة والمباراة المقبرة لفريق نونت هتكون أمام ليل في الدوري الفرنسي السعودية طبعا نجمينا الكبير أحمد حجازي مش بيشارك مع اتحاد نتيجة إصابته نروح للوافد الجديد على الدوري السعودي أحمد مصطفى اللي بيلعب لصالح نادي الأخدود واللي شارك في مباراته الأخيرة أمام الشباب وانتهت المباراة دي بالتعادل 1-1 في الدوري السعودي مدة مشاركة أحمد كانت 74 دقيقة محاولاته على المرمى كانت محاولتين كان ليه تمريرة مفتاحية وحيدة 16 تمريرة بنسبة دقة ونجاح 85% وتقييمه كان 6.9 درجة والمباراة المقبلة للأخدود هتكون أمام فريق الفتح أيضا في الدوري السعودي نروح لمرموش وهو آخر لعب مصري محترف وطبعا الموسم الأول ليه مع أينتراكت فرانكفورت لعب مباراة فريقه في الكاس والمباراة دي كانت في مواجهة لكوموتيف لايبزيج وانتهت بفوز عاريد جدا لصالح فريق فرانكفورت بنتيجة 7-0 سجل منهم مرموش هدف وحيد وكان تقييمه في المباراة 7.4 درجة ويبتدوا البونزليجا بداية من الأسبوع اللي جاي أينتراكت فرانكفورت هيكون في مواجهة دارمشتاد في البونزليجا هنتابع بالتأكيد معكم حتى الصفقات الجديدة عمرو وارد النهاردة أو من كذا يوم يعني تم أعلان انتقاله لنادي الرجاء المغربي وهنتابع مع حضراتكم طبعا كل اللعبين المحترفين مع بداية مشاركاتهم مع عندياتهم في الدوريات المختلفة زي ما تعودتم دايما كل يوم أربع في فقرة جي بي أس فاصل ونستقبل ديوفنا